أقرب واحد اللي أبو إياد أنا أنا بعرف أنه أبو إياد بس ما كنت متصورة أنه أنت أبو إياد مش علاقة مش علاقة مسؤول بواحد بشايف كيف هو صديق نعم وهو دائما حقيقة منفتاح على الصحفيين كلهم مش بشاعلهم فيه انفتاح على الصحفيين كلهم فيه أبو جهاد إنسان طيب ثير طيب أنا لما صار بطرابلس شايف رحت له على طرابلس وطلعنا بالسفينة وكادت هالسفينة السيئة اللي رحنا فيها البيس ميكر هذه هي ليه بيس ميكر شايف ركادنا كدنا نروح فيها مرتين ثلاثة تغرق بينا وعلى الطريق وظليت يعني معه فترة هذا وكتبت كتير وكتبت عن الموضوع كتير حقيقة هذه الأخوة اللي كانت موجودة ما فيها مصالح وطبعا ما فيها مصالح أخوة والله لا مات إلا لها والله أنا كنت في بيروت بعد ما نطلع الجريدة صفحتين صفحتين نطلع الجريدة السفير لأنه أبو عمار قال يا حبيبي ما توقفوها لأنه إذا وقفتوها يبين أنه إحنا انتهينا وها كنت أداهم فيها فيصل الحراني ما كان موجود ومتطوع موجود وكنا نطلعها بصفحتين صفحة من هون واللي ناجل علي حطنا كل يوم كتير على الصفحة الأولى وحقيقة كان من اللي فاعلين الله يرحمه أيضا شاعرنا الكبير وكنا دائما في عمل المعركة يوميا جريدة وأنا كنت مشارك فيها شايف وكانت حياة لطيفة حقيقة خدت بالحصار حياة لطيفة رغم الخطر لطيفة لأنه مجموعة متجانسة مش إنه متجانسة مجموعة المصالح البينهم أنه كل واحد استشهد بعد الثاني ما في أي مصالح نعم